يقول او تقول ميادة يعني البصرة تصير ديفس يعني هي التحشيشة مشروع تحشيشة مشروع نكته على قلت هذا مشروع اضحوكة يعني مشروع شنو كانت المشروع اللي انتي يعني البروجكت شنو ميادة يعني لا انا ضحكت ولا المشاهدين ضحكوا ثلاثين لايكتها يعني واحد يكتشي واحد مخلي هاي الطمغة ما له اوكي واحد سوه يضحك هنينة بس يعني حاولي الضحكين مرة ثانية يعني ما ضحكت امير يقول بسبب ارتفاع درجات الحرارة الكثير من العراقيين يصابون بالطنقورة تعريف الطنقورة الطنقورة هي حالة نفسية يتوقف عندها المخ عن التفكير مع حدود تصرفات لا ارادية تجعل الشخص يصر على رأيه حتى لو كان على غلط اعراض الطنقورة اولا انتفاخ في البراطم واتساع فتحات الخشم بشكل ملحوظ اثنان كثرة التمتم مع النفس بما لا تفهم ما يقول ثلاثة صعوبة التفكير اربعة عدم القدر على اعطاء جملة مفيدة لذلك ينصح بعدم الاقتراب من المطنقر بمسافة لا تقل عن مترين هاي الطنقورة هي مو بس بالحر شاءان مراتة طنقر انت طنقر اسمك امير كمال الدين يعني مو بس بالحرارة نطنقر احنا 24 ساعة نطنقرين السنة كلهم طنقرين ليش ما نطنقر عدنا رئيس وزراء محترام عدنا بلد وسيادة عدنا ماي كهرباء اه الجو بارد الجو خريفي سويسري اه تطلع برة ما تلقي ازدحام تسوق بسيارتك تروح للشغل تلقي الموظفين اصدقائك يعني يستقبلوك بالورود ما عرف شو بلك طبعا الشعب يحب يحشش على درجات الحرارة فراتي يقول اللهم ارحم العراقيين بكل طوائفهم ومشاربهم ومشاربهم شنهاي واقصم ظهر من نهب حقوقهم وثروات بلدهم وحرمهم من الماء والكهرباء والعيش الرغيد في وطنهم دعاك ان شاء الله يوصل يقول علاء الجراني نشكر الحكومة على عطلة الغد بسبب الحرارة وستكون الكهرباء الوطنية متوفرة بلا انقطاع والماء موجود وهناك طائرات سوف ترطب الجو برش الماء شعب مرتاح والحكومة تعبانة تعبانة اللي ترح الشعب مو عاش تيدك اخر تعليق من حسين حايدر يقول عمي الله يساعد الجيش كل هذا الحر لابس درق خمس كيلوات ومغلف وبسطال كيلو وعتاد كيلوين غير الملابس الثخينة والخوذة ست كيلوات وغيرها من المصايب واقف بنص الحر والسيطرة الله يساعدهم الله يساعد قواتنا الامنية والحجد الشعبي كل صنوف قواتنا الامنية اللي واقفين ومراطين في ساحات القتال في السيطرات في المفارز الامنية الله يكونوا بعونهم لانهم حاليا يمرون يعني هم لا شتاهم شتة ولا صيفهم صيف